إيقاف العمل بنظام النقل التبادلي باك تو باك ورفع أعداد القادمين إجراءات أوعز بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني خلال جولة تفقدية في مركز حدود جابر تمهيداً لإعادة تشغيله بكامل طاقته إجراءات جديدة تمهد لإعادة تشغيل معبر جابر بكامل طاقته أعلن عنها خلال جولة تفقدية للمركز الحدودي أجراها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني سيتم إلغاء العمل بنظام الباك تو باك تقريباً بعد دراس الأمور الفنية المتعلقة بذلك لكن إن شاء الله قريباً جداً سيتم إلغاءه سيتم إلغاء الباك تو باك أيضاً من أسبوع الركاب كان توجيه دوت الرئيس أيضاً زيادة الأعداد التي تم استقبالها يومياً من الجانب السوري إلى 500 شخص عبر المنصر الإلكترونية وإن شاء الله سنعمل على ذلك قريباً الإجراءات تشمل أيضاً تسريع تلبية المتطلبات اللوجستية وإجراءات تطوير البنى التحتية اللازمة تماشياً مع التوجه للفتح شبه الكامل للمعبر الحدودي الحيوي للجانبين الأردني والسوري خلال اجتماعي بالأخوان المحافظة المفرق تربط تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية المعنية والجمارك وكل المعنية بالمطقة الحرة لدراسة الإمكانية تفتحها من ناحية اللوجستية ومن ناحية أمنية وإن شاء الله رب العمين سنتقدم لدوت الرئيس أيضاً بألية للمضي قدماً في هذا الأمر بسبب كورونا والأوضاع السياسية في سوريا تعرض معبر جابر لعدد من الإغلاقات خلال السنوات الماضية ما ألقى بظلاله على التبادل التجاري وحركة الشاحنات بين البلدين مركز جمهورك جابر تعامل خلال عام 2021 مع ما يقارب 26 ألف شاحنة بين قادم ومغادر وهذه الشاحنات محملة بالخضار والفواكه ومواد أخرى وكذلك تعامل هذا المركز في قسم الركاب مع حوالي عشرة آلاف مركبة بين قادم ومغادر وفي قسم الشاحن كانت أعداد البيانات تجاوزت حوالي 16 ألف وثمانمائة بيان جمركي وجميع هذه البيانات كانت تنظم من خلال النافذ الوطني للتجارة التي تطبقها دائرة الجمارك لتسهيل التجارة رئيس الوزراء أشار إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل معها مشددا في توجيهاته خلال الجولة على ضرورة وضع خطوات سريعة وفورية للإنجاز لا تقبل التأخير في أي إجراء شكرا شكرا